بعد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة وامتناع الولايات المتحدة بالتصويت لصالح إسرائيل بدأت الصحافة الإسرائيلية بإظهار قلاقها حيال التوجه العالمي ضد بلادها فالموقف السياسي يضيق يوما بعد يوم على إسرائيل فها هي صحيفة جوريزالين بوست العبرية في مقال طويل يتحدث عن الضحية إسرائيل أو إسرائيل الضحية عن من تعرضوا للمحركة الهولوكوست أو المتهضين كما وصفوا أنفسهم فيقول الكاتب هنا إننا نعود إلى تلك الحقبة الآن وإن العالم انقلب ضدنا وقد نقف وحيدين قريبا ترامب الرئيس الأمريكي السابق والآخر تحدث في لقاء صحفي بوضوح عن وضع إسرائيل عالميا فقال إنها ارتكبت خطأا كبيرا باستمرار الحرب على غزة وبات الوقوف بجانبها يعتبر وصمت عار بعد أن كان اللوبي الإسرائيلي مسيطرا بشكل أكبر حول العالم كما يقول ويؤكد أيضا أن هذا ليس فقط في السحة السياسية وإنما حتى في الشارع فإن معادات السامية أصبحت منتشرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أنها تؤثر على الساسة ومواقفهم فقد نشرت تقارير عدة عن زيادة نسبة معادات السامية في أمريكا التي ترتبط بغضب الشارع تجاه أفعال إسرائيل بعد أن كانت معادات السامية أمرا يخاف الناس الحديث عنه حتى في السر أصبح الآن أمر يجهر به وانقلب الحال وصار اليهود هم من يخفون هوياتهم كما تقول هنا صحيفة جوليزا اليمبوست اليهود يقومون بإزالة الكيبا القبع ويخفون نجمة داود وغيرها من الرموز اليهودية تماما كما فعلوه قبل ثمانين عاما أما صحيفة الجارديان البريطانية فقد نشرت تقريرا هي الأخرى عن زيادة نسب معادات السامية في المملكة المتحدة فالإحصائيات التي عرضتها الصحيفة تقول إن معدل معادات السامية زاد بنسبة خمسمائة وتسعة وثمانين في المئة في بريطانيا منذ السابع من أكتوبر شماعة التخوين والاتهامات الجاهزة لكل من يعادي إسرائيل باتت تريند يسعى الكثير في الغرب لركوبه فمعادات السامية لم تعد تهمة بنظر من يقف ضد الإبادة الجماعية بل موقف إنساني يجب اتخاذه كيف تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة إسرائيل جزءا كبيرا من التعاطف الغربي معها معها نقرأ لكم منها مقاله معتز هنا يقول الوجه الملائكي الذي كان يرتديه الكيان الصهيوني وسطار المظلومية الذي كان يتستر خلفه سقط للأبد من وجهة نظره أما السامي المالكي فيقول العالم ليس بهذه السزاجة لكي ينظر لإسرائيل على أنها ممثلة للديانة اليهودية بل أصبح يدرك تماما حتى ولو أن هذا الإدراك جاء أو قد جاء متأخرا بأنه أمام دولة عنصرية ويمثلها مجموعة من القتلة سامح عسكر يقول لقد تسببت حكومة نيتنياهو الصهيونية المتطرفة في ارتفاع معادات السامية في العالم كلما استمرت جرائم إسرائيل اتجهت أنظار العالم لحقيقة الدين اليهودي الذي تدعي إسرائيل تمثيلا